شوف يعني أنا ما بقولي الكلام ده أنا مش بقول يا جماعة كلام إنشأ أبدا ده أنا عايز الكلام اللي أنا بقوله ده أنت حضرتك وانت بتشوفني دلوقتي تستفيد منه يعني تستفيد منه إزاي؟ يعني لما تبقى عندك مشكلة تبقى عارف أن فيه عندك أكتر من وسيلة متاحة ممكن تتواصل بيها مع مصلحة الضريب تحل بيها المشكلة دي أو نشيل حتة أنت ما تشعرف عن الضريبة فبنعرفها لك أنا كمصلحة الضريب عندي حساب على كل وسائل التواصل الاجتماعي عندي حساب على الفيسبوك على تويتر على انستجرون عندي حساب الحساب ده فيه إيه الحساب ده؟ فيه معلومات كتيرة وبيانات كتيرة وإجابات على الأسئلة كتيرة متعلقة بالضريبة طبعا لو أنا بعدت عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبيترد علي؟ بيترد على حضرتك وموجودين متخصصين بيرد على حضرتك بناخد الأسئلة وأنا واحد منهم طيب لو أنا عايز أعمل الإقرار الضريبي بتاعي بشكل إلكتروني زي ما حتى قلت من المكتب أو من البيت إلى آخره فأنا هبدأ أخش على الويب سايت وهبدأ أشتغل على الإقرار الضريبي بتاعي افترضنا أن أنا راجل يعني مثلا مها الحرة فما عنديش محاسب قانوني يساعدني في الحسبة ولا مش عالي تمام هل عن طريق الويب سايت أقدر أن أنا يبقى فيه قدامي الطريقة اللي باملة بيها الإقرار بتاعي وبقى عارف ضربتي قد إيه وبقى عارف هروح أسدد قد إيه وما إلى ذلك ده ده كلام كويس جدا ده موجود في شكل فيديوهات أنا كنت بقول لحضرتك لسه دلوقتي إحنا عندنا حسابات وعندنا قناة على اليوتيوب قناة مصلحة الضرائب على اليوتيوب ديت فيها إيه فيها فيديوهات بتعمل لحضرتك بتقوله ده يعني فيها فيديوهات كده تقول حضرتك تتفرج عليها في خمس زي تعرف إزاي حضرتك تخش على المنظومة وإزاي تأمل إقرارك الضريبي هل ده موجود؟ لا موجود فعلا طب هل مثلا بيبقى فيه يعني ساعات أنا ما شوفتش ده في مصلحة الضرائب في أي حتة يعني أنا بكتهد هل وأنا دخل على الويب سايت وبعدين بدأت مثلا أكتب البيانات بتاعتي وبعدين دخلنا فيه الحاجات المتعلقة بالأرقام وبالدخل ومش عارف إيه هل بيقى في حاجة زي كالكليتر تلقائي الأرقام اللي أنا بدخلها طبعا بيروح حاسب لي في الآخر خلص يقول لي الضريبة اللي عليك أنت شريحتك كذا وبالتالي الضريبة اللي عليك تبقى كذا فأنت مثلا تقدر تدفع إلكترونيا المبلغ الفلاني أو لو حابب تروح تتوجه إلى البنك العلاني أو للمأمورية أو المنافذ المختلفة هتدفع المبلغ الفلاني لحضرتك ده موجود بالفعل حضرتك أنت لما بتخش وبتملل بيانات بتاعة إكرارك الضريبة على المنظومة عشان كده أستاذ يوسف إحنا بنقول إيه وأنا لما بقول إن إحنا لما حولنا الإكرارات لإكرارات إلكترونية سهلنا على الممول أه سهلنا على الممول لأن حضرتك لما بتخش وبتملل بيانات بتاعة إكرارك الضريبة حضرتك ما بتحسبش ضريبة لأنت بمجرأ أنت بيبقى كل اللي مطلوب منك أن حضرتك تعمل حاجتين اتنين تدخل الإرادات بتاعة حضرتك واتدخل التكاليف والمصروفات لا تجمع ولا تطرح ولا تحسب ضريبة على الإطلاق قالص أنت بتدخل إراداتك ومصروفاتك على طول في الآخر تترجم لصف الربح وصف الربح يترجم على طول للضريبة المستحقة عليك فالمسألة دي بتحصل بشكل تلقائي ومنتهى البساطة